قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم هذا ما قاله مدري بوغلات السراي بخصوص ما استقبل حاكم زياش مع الفريق بعد تألقه الكبير إبراهيم دياز يحذر باير مينيخ ونصير مزراوي قبل مباراة دور الأبطال المنتخب المغربي للفتصال يتلقى خبرا صارا من الفيفا اليوم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار هذا ما قاله مدري بوغلات السراي بخصوص ما استقبل النجم المغربي حاكم زياش مع الفريق بعد تألقه الكبير أكد أوكم بوروك مدري بوغلات السراي التركيا أن النجم المغربي حاكم زياش سيضل ضمن الصفوف الفريق للموسم القدم وأشهد بوروك بالمستوى الذي يقدمه زياش وصفا إياه بأنه لاعب مهم ودو قيمة كبيرة للفريق معربا عن رغبة في استمرار حاكم زياش مع الفريق وفي حديثه للصعوفين صرح بوروك حاكم زياش هو جزء من فريقنا وسيكون معنا في السنة القادمة وأضف نحن الآن في فترة الانتقالات ولا يمكنني التنبؤ بما سيحدث لكن اللاعب يتطور أداؤه وكذلك علاقته بالجماهير وبخصوص الإصابة التي يهن منها زياش أحيانا ذكر المدرب أن اللاعب في حالة جيدة حاليا ويشارك بشكل فعال في معظم المباريات وتبع بوروك قائلا لقد عدنا الآن للمباريات الأسبوعية مما يتيح لنا إعداد لاعبين بشكل أفضل رغم أن حاكم عانا في السابق من إصابات إلا أنه يبدو في حالة ممتزز حاليا ويقود الفريق بنجاح كما أوضح المدرب سبب تبديل الزياش مبكرا في بعض المباريات مشيرا إلى أن ذلك كان بالسبب الخشية من تركم البطاقات الصفراء وأيضا الإصابات وفيما يخص إنجازات الفريق فقد سهم حاكم زياش بشكل كبير في تعزيز موقف قلاطسراي في صدرة الدورة التركية الممتاز حيث حقق الفريق فوزا كبيرا بالست أهداف موقع بهدف واحد على سيفا سبور في مباراة جارة يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة والثلاثين مما رفع رصيد قلاطسراي إلى ست وتسعين نقطة متقدمة بفارق ست نقاط عن فنوى بخش الوصيف الذي يواجه قني سبور اليوم ضمن نفس الجولة بينما بقي رصيد سيوس بور عند 48 نقطة في المركز التسع إبراهيم دياز يحدر باير ميونيخ ونصير مزراوي قبل مباراة دور الأبطال أكد النجم المغربي إبراهيم دياز لعبري المدريد على عزم فريقي الفوز بالبطولات مشيرا إلى أن النادي الملكي مهيئة لتحقيق الألقاب دائما وفي حديثه لشبكة دازن بعد المباراة شتد دياز على الاستعداد الكامل لمواجهة باير ميونيخ بنجمه المغربي نصير مزراوي وذلك يوم الأربع القادم إن شاء الله في مباراة إيابي نصف نهائي دور عبط الأوروبا مؤكدا أنهم سيبدلون قصر جهدهم للتأهل إلى النهائي وقال دياز هذا هو جوهر ريال مدريد نطبح دائما لتتوجي بكل الألقاب الممكن والأربع المقبل هو بمتبة نهائي آخر بالنسبة لنا سنقاتل حتى النهاية لأنه يجب علينا الكفاح من أجل كل شيء وأضف لقد وصلنا إلى مستوى ممتاز ونحن مليئون بالحمس المباراة ستقام في ملعب سانتياغو بيرنبي ونحن نعرف جيدا كيف تكون الأجواء السحرية هناك لقد قتلنا طوال الموسم والآن حان الوقت لنحصد المزيد من الإنجازات يشار إلى أن مباراة الدهب في ملعب الأليانس آرينا بين ريال مدريد وباير ميريخ انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراة عرفت تألق الدولي المغربي نصير مزره بشكل كبير خصوصا في لقطة إيقافه للنجم المغربي الآخر إبراهيم دياز أثناء اختراقه لدفاع الفريق البوفري ومن المرتقب أن تكون المواجهات متيرة بين اللاعبين المغربيين خصوصا أنهما يلعبان في نفس الجهة الفيفا يزف خبرا صار للمنتخب المغربي للفتصال اليوم حقق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة المركز السادس عالميا في التصنيف الجديد الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين السادس من مايا واستجل أصد القاعة 1435 نقطة محتلين مكانة بارزة خلف البرازيل التي تصدرت التصنيف برصيد 1568.33 نقطة وثلاثها منتخبات البرتغال إسبانيا إيران والأرجنتين على التوالي وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق أول تصنيف عالميا لمنتخبات كرة القدم داخل القاعة حيث تباوأت البرازيل المركز الأول وذلك لكل من فئة الرجال والسيدات ويعد هذا تطور خطوة مهمة إلى الأمان في نمو هذه الرياضة التي تشادس ديادا متسارعة في الشعب والانتشار عالميا وكان التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال قد بدأ في دجمبير 1992 وتله إصدار تصنيف لمنتخبات السيدات في عام 2003 ومع ذلك لم يكن هناك حتى الآن تصنيف رسمي لمنتخبات كرة القدم للصالة رغم التقدم الكبير الذي شهدته هذه الرياضة خلال سنوات الأخيرة ويمت إطلاق هذا التصنيف خطوة طبيعية وضررية للنهوض بكرة القدم داخل القاعة ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار تصنيف لمنتخبات الرجال والسيدات في الوقت نفسها يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يعتبر أفضل منتخب إفريقي لكرة القدم داخل القاعة في إفريقيا وهو الفائز بالنسخ الثلاثة الأخيرة لكأس أمم إفريقيا تحديد موعد الإعلان عن لائحة الأصود لمواجهة الزامبيا والكونغو برازافيل لحساب تصفية كأس العالم أعلن الناخب الوطني وليد راكراكي أنه سيكشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربية التي ستخوض مواجهتي الزامبيا والكونغو برازافيل في إطار تصفيات الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 المنتدر تنظيمها في أمريكا وكندا والمكسيكا وحسب ما ذكره موقع 24 ساعة فإن الإعلان عن هذه اللائحة سيتم خلال الأسبوع الثالث من ما يلجار إن شاء الله في قاعة الندوات تتابعة لمركز محمد السادس لإكوراس القدم بالمعمورة ومن المتوقع أن تشهد القائمة عودة لاعبين بارزين كأغانم سيس لعب الشباب السعودي ونجم باير مينيخ نصير مصروي إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعد غيابهم عن المعسكر الأخير الذي أقيم في مارس الماضي وحرف مواجهتي أنجولا وموريطانيا وستبدأ رحلة المنتخب الوطني المغربي في التصفيات بمواجهة زامبيا يوم السبت الموافق للسابع من يونيو المقبل إن شاء الله حيث ستقام المباراة على أرض ملعب أغادير الكبير بعدها سيتوجه المنتخب الوطني المغربي لملاقة نظره الكونغولية في برازافي اليوم الأربعة الحادي عشر من يونيو إن شاء الله هاتان المباراة تأتيان ضمن الجولتين الثالث والرابعة من مرحلة التصفيات مما يزيد من أهمية تحقيق نتائج إيجابي للتأهل إلى نهائية كأس العالم 2026 إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم هذا ما قاله مدري بوغلات السراهي بخصوص ما استقبل حاكم زياش مع الفريق بعد تألوقه الكبير إبراهيم ديازي يحذر باير مينيخ ونصير مزراوي قبل مباراة دور الأبطال المنتخب المغربي للفتصال يتلقى خبرا صارا من الفيفا اليوم